أعلن الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستناف بالعيون أنه جرى تكلف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي بعد وفاة الشخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مخذوفات متفجرة استهدفت أحياء السكنية بمدينة سمارة ووضع الوكيل العام لدى محكمة الاستناف بالعيون القضية بين يدي فريق البخط من أجل القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية أبحاث تظل الغاية منها فك نغزي مصدر وطبيعة المخذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا أول أمس السبت إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة خطورة من بينها حالتان حرجتان نقلت إلى المستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية وتعهد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بالعيون بترتيب الآطار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث في الوقت الذي طفت فيه بعض الأصوات تنسب الفعل الجرمي إلى جهة بعينها بعد تعميم بلاغ مزعوم نسب للدرك الملكي